طبخة لتشيكن كاري مع البطاطا جهزناها من خلطة حليب جوز الهند اللي بالكاري جاهزة للطبخ وفرنا مكونات ووقت وتعب خاصا بأجواء الصيف وبتستخدم لأكتر من طبخة أنا عملتها بالتجاج مع البطاطا والكاري بعجم بعملنا رز بالبودرة الزعفران مع الهيل ومع التوم والزبدة ولا أطيب من هيك في كنت قدموها تغميص بالخبز مع الشباتي كمان هذه الخلطة حليب جوز الهند بالكاري رح توفر عليكم كتير مكونات وتوفر عليكم مجهود وبتطبخوا الطبخة بأسرع وقت وما بتطلع ريحتكم كاري لما أنتوا تحضروها نستخدمها مع اللجاج بالكاري مع اللحم بالكاري يخنط اللحمة مع البطاطا فيكنوا تحطوها لحمصة البازاليا مع لحم أو بدون لحم فيكنوا تضيفوها بشربة العدس بحمصة الحمص بكتير وصفات من المطبخ الهندي أنتوا فيكن تستخدموا خلطة الحليب بالجوز الهند مع الكاري ولا أطيب من هيك أول شي أنا عندي تجاجي قطعتها لقطع صغيري زي ما أنتوا شايفين بس ما في أي مكونات تاني ورح نستخدم ما كان عندي مرأة تجاج فأنا رح استخدم مكعبات المرأة عندي هون بطاطا على قد ما أنتوا بتكون وعلبة معجون طماطم شايفين شو سهلة وهو عنا هون أنا دوابة مكعبين كنور مع شوية مي لأنه ما كان في عندي مرأة تجاج خلطة حليب جوز الهند اللي بالكاري فيها جميع مكونات الطبخة لا رح تفرموا بصل ولا رح تهرسي توم ولا رح تهرسي ولا رح تطحني طماطم ولا تبرشي زنجبيل ولا تجهزي كزبرة ولا حليب جوز هند ولا شي هيدا الحليب كل المكونات للطبخة موجودة فيه والكمية بالكيس راهي بتعملكون ثلاث مرات ما شو الله كوب فيكن تستخدمو لتجاجتين حطيت أنا معلقة زبدي وزيت نباتي وعود أرفع ورقتين غار وضفت للتجاج هلا فيكن تعملوها بتجاج بالعظم وبتجاج بدون عظم وبسرعة بتتحضر شوحت للتجاج لاخد تحميرة من كل الجهات حطيت له شوية هيك ماء عشان يستوي معنا بسرعة على النار مع شوية ماء تركتون شي عشر دقايق بعدين بس بلشت الماء يتقل عليهم ضفت عليهم حبتين بطاطا مقطعين هيك مربعات كبار شوي وقلبتون وحطيت علبة معجون الطماطم زي ما انتو شايفين كمان حمست شوي معن شي ثلاث اربع دقايق لتاخد الطعم وضفت عليهم كوب من خلطة حليب جوز الهند اللي بالكاري ما في داعي لا تهرس سيتوم ولا تفرمي بصل ولا تضلك تحمس مكون ورا مكون ولا تحضر كتير اشيا شايفين كل شي فيها والطعم متسبك غير شكل حطينا الملح اذا عنكن انتو مرأة تجاج ضيفوها افضل ما فيه انا حطيت مكعبان كنور بس عشان عزز طعمة التجاج ومع انو التجاج رح يعطينا الطعم للمرأة فالمكعبات اختياري حطيت علون شي الكباية بده ثلاث اكواب ماء مغلية وطبعا كمية الماء المغلية للمرأة انتو على النظر شايفين كيف تركتون ربع ساعة كانت للطبخة مستوية تلت ساعة بس يستوي للتجاج خلص شوفوا المرأة كيف خاثرة تبارك الرحمن الريحة وعملت عجم بن رز بالزعفران مع شوي توم وهيل وزبدة وبهارات حب شايفين كيف الرز ما شاء الله الحبات كيف نثرية مش خابس ابدا وكتير طيب مع هاي الطبخة وهي دا التشيكن كاري كمان بعد ما جهزنا شوفوا المرأة كيف خاثرة وكتير طيب كتير ستات بتواصلوا معي ام طلال رجالنا اولادنا ما بحبوا يشوفوا قطع البصل او التوم بهيدي الطريقة ما رح يشوفوها ابدا وراح تكون الطبخة عندك متسبكة وطعمتها على الأصول ومركز انك هات فيها وبسرعة حضرتوها ما بتاخد وقت وفرنا عليكم المكونات وبتطلع عندك تشيكن كاري او اي طبخة بالكاري اشتركوا في القناة